الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وقفة يسيرة هي والحبة حول آية من آيات هذا القرآن العزيز وهي قال الله سبحانه وتعالى في صورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله وهذه الوقفة في ثلاث نقاط النقطة الأولى ما معنى هذه الآية معنى هذه الآية هي والحبة فأقم وجهك للدين حنيفة أي أصمد وتوجه إلى هذا الدين توجها صحيحا بقلبك وقصدك وجوارعك وذلك بأن تفعل شرع الإسلام الظاهرة كالصلاة ونحوها وكذلك شرع الإيمان الباطنة كالإيمان بالله والإنابة إليه ومحبتي ورجيه وخوف منه ونحو ذلك وكذلك بأن تحسن في هذين في شرع الإسلام الظاهرة وكذلك في شرع الإيمان الباطنة بأن تعود الله كأنك ترافع لأن تكون ترافع إنه يرك إذن معنى هذه الآية أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبك وقصدك وجوارحك إليه وإلى دينه سبحانه وتعالى الوقفة الثانية أو النقطة الثانية هي في معنى هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى يريد مننا أن نعمل بهذا الدين عملا قويا صحيحا وأن نكون نأخذ هذا الدين بقوة كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما يتم في القرآن عن بني إسرائيل خذوا ما أتنكم بقوة لا تأخذ هذا الدين بضعف لا تأخذ هذا الدين بهزال لا تأخذ هذا الدين حسب شهواتك حسب نشاطك حسب رغبتك إذا كان هذا الشيء تحبه تفعله إذا كان هذا الشيء ثقل عليك ما تفعله إذا كنت في حالة سعادة فعلتها إذا كنت في حالة غضب عمتها فلا خذ هذا الدين بقوة وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام فخذ ما أتيتك بقوة وقال ليحيى عليه السلام يا يحيى خذي الكتاب بقوة فهذا الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى يجب أن نأخذه بقوة وأن نتوجه إليه ونقيم هذا الدين إقامة صيحة وقريب من هذا المعنى حديث يعني فيه دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وهو دعاء فيه في لطافة عجيبة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بنبي طالف بسيح مسلم أنه لما ركع سمعه علي يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي يعني شف أنت لا تعود الله سبحانه وتعالى فقط بهذه الأعمال الظاهرة لا كل ما فيك من عصب ومن عظم ومن سمع ومن بصر ومن مخ ونحو ذلك كلها خشعة لله فأنت إذا تأملت هذا المعنى تغيرت عبادتك وتغير إيمانك بالله سبحانه وتعالى فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى توجها صحيحا تاما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ما تأخذ بعض الدين وتترك بعض حسب يعني هواك ورغباتك الوقف الثالثة وأختم بها أيها الحبة في قودي سبحان حنيفة فأقم وجهك للدين حنيفة حنيفة يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد والله سبحانه وتعالى كما يخفى عليكم في القرآن دائما إذا ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام قال حنيفة مسلما دائما يربط ذكر إبراهيم عليه السلام بأنه كان حنيفا بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم يعني هو سيد ورد آدم أمره بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفة طيب إذن إبراهيم عليه السلام هو قدوة في التوحيد إذا تأملنا في التوحيد يعني في القصص التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن عن إبراهيم عليه السلام تجد الآن التوحيد اللي والحبة يزيد وينقص التوحيد لأن التوحيد هو الإيمان بالله والإيمان يزيد وينقص فالتوحيد يزيد وينقص ما نقصان التوحيد نقصان التوحيد إذا أعمال القلوب المحبة والخوف والرجاء نقصت عندك نقص توحيدك وإذا وقعت في شيء من الأقوال أو الأفعال في شيء من الشرك الأصغر نقص توحيدك وإذا أتممت التوحيد في أفعالك وأقوالك وأعمالك القلبية كمن توحيدك طيب أنا أقف فقط مع الأعمال القلبية إبراهيم عليه السلام رزق الله سبحانه وتعالى بإسماعيل عليه السلام وهو على كبر صح ولا لا فأحبه كما يحب الولد يعني كما يحب الولد يعني ابنه لكن الله سبحانه وتعالى يريد ابن إبراهيم عليه السلام مقام عالي يريد أن لا يقع في قلب إبراهيم عليه السلام منازع في محبة أحد غير الله سبحانه وتعالى وأنت كلما كثرت محبوباتك من الدنيا من شهواتك ومنذاتك وأكلك وشربك والناس الذين حولك كلما أثر ذلك في محبتك لله فأمره سبحانه وتعالى بأن يذبح ابنه إسماعيل وهذا شيء عظيم وقصة تعيق هنا طويلة لكن انظر في قوله تعالى فلما أسلم كملا تسليمهما لهذا الأمر وتله الجبين وناديناه وإيا إبراهيم قد صدقت الرؤية في هذه اللحظة كملا تسليم إبراهيم عليه السلام وإسلامه الله سبحانه وتعالى وكذلك إذا رأيت مثل كما جاء في آثار بن عباس لما إبراهيم عليه السلام أراد قومه رميه في النار التي أججوها فترة طويلة فجاءه جبريل عند الرمي وقال يا إبراهيم ألك يلي حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيد هنا إبراهيم عليه السلام لو طلب من جبريل عليه السلام مساعدته وهذا فيه إشكال ما في إشكال صح الله لأن جبريل حاضر وقادر لكن لأن إبراهيم عليه السلام عنده كمال في التوكل على الله سبحانه وتعالى علم أن هذه النار هي تحرق لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيها خاصية الإحرق ومتى ما شاء نزع منها هذا السبب فلما كم ولا توكلوا على الله جعل الله هذه النار بردا وسلاما وكذا فتش عن قلبك في محبتك لله وخوفك منه هل أنت خاف من غير الله كثيرا إذن عندك إشكال في خوفك من الله هل أنت اعتمد على غير الله كثيرا يعني بعض الناس ما يذكر التوكل على الله إلا إذن عدمت الأسباب ليه؟ معناته أن عندك إشكالية في التوكل على الله سبحانه وتعالى وإنما التوكل يكون دائما وفي كل حال تكون متوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل الصحيح وبهذا يقوى توحيدك وبضده ينقص توحيدك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمنا وإياكم إيمانا صادقا ويقينا راسخا وأن يغفر لنا ولويدنا ولجميع المسلمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه جميعين وإزاكم الله خير